حل ورد لبناتش نحوالكم لباس ان شاء الله كلكم تكونوا في صحة جيدة شكرا على سؤالكم علي شكرا على دعمكم لي يا ربي خليكم لي بالله يا لبنات سامحوني كان مرديش على تعليقاتكم مراني واحلة ريتوا ساعتها كفليل ينشد التاليفون يتيح لي من قذرة تعب نرقد ان شاء الله نجاوبكم صديقاتي في اقرب وقت تحملوني اليوم يا لبنات روتين على غير العاد اليوم داري مجلوبة رأسا على عقب برشا منكم لبنات تقولولي ورغينا بيت نومك بيت نومك الحصيله اول مرة مش نعم معكم روتين في بيت نوم تعرفوا لبنات اتشجعت اتشجعت وخرجت كل شيء شوفوا عليش قادمة بالحق نهارين من التعب وما زلت التوى ما زيلت بش معناتها ما رجعش كلها لبلازتو غيرت الديكور متاع بيت نوم بدلت معناتها تود شوفوني كيفش بدلتو مع الصغر متاع المساحة تحملت معلي موجوده الف حمد وشكر ليك يا ربي يذو محواجي لبستي سيكاني دنيتي لكل خرجت الفليزات الفروشات كل شيء خرجتو بحكم اني بش مبدل القاردروب بش مبدل الخزانة وش مبدل السرير من بلاستو فخرجت كل شيء ومعنتها تشجعت يعني تشجعت على عمله ان شاء الله ربي يعينا وربي يعطينا الوقت الطيب عندي معون كل شيء حاصيله ده بشي كل اللي في الدار خرج البرة وبديت وقلت يا ربي الاعمال عليك وان شاء الله ربي يعينا لكل هدوما فليزاتي باللهي لبنيت نصيحة مني ليكم فيما تعرفوني نعطيكم النصيحة متبدوش تشروف الفليزات في كل هكا خرجة ولا كل سفرة تشروف فليز مهما كان عندكم الاسباس يعني مهما كانت عندكم هكا الوسع اروا لازم تحسوا انه عندكم برشة وما عندكم ما تعملوا بيهم ما تنجموش ترموهم هنا لبنيت طلعت الحويج متاعنا لكل ريحتهم ندوة ريحتهم ندوة طلعتهم لكل الاسطح يعني الحاجات اللي تتعلق الكل الكبابة طليفاست السري والخشين كل شيء طلعته الفوق وخليته يتشمس ومهم يسر بريود هذي معنات هناخدوا حتى نحنا فيتامين دي وحويجنا زادة تبدأ في الشمس بشي نحافظوا عليهم تتصوروا لبنيت انا عندي حويج ساعات نلجيهم مثلا كيما ليبست سكاي ولا كوير ولا حاجة تلجوهم كيلي بدو يتفتفتو هذي كم انداء هنا سكاني ثم اخت مرة عملتها كروتين متاع تخميل دبشي جالتلي نصحتني جاتلي سيكار تخرجيهم للشمس خطر جاتلي راهو كيقعدوا برشا في انداء يتحلكوا واللي تخرجتهم للشمس وخليتهم معناتها بشي حتى للريحة حتى على ريحتك الندوة دي ما شمسوا حويجكم ودي ما نفسوهم الله غالب اللي يسكن في عمارة دي ما مشكلته هي التهوية ومشكلته الضيق يعني وشان الله ربي وسحها علينا دانية واخرة انا راني ذيتو الروتين هذا عليش نعملو نعملو بشكل واحدة درها صغيرة نقولها مثالش تعاملي مع المساحة اللي انتي فيها وانا والله هي اللي بني دبما بديت قلت يا ربي انت عطيت وانا رضيت الف حمد وشكر ليك يعني وان شاء الله ربي وسحها علينا دانية واخرة الله غالب وزيدا نحنا ننسي نشروا برشد دي ما ما عناش دي ما نشروا حاجات ونقولوا ما عناش انا كيفكم انا مثلا نشري ساق ونشري مع واحد اخ وزيدا ونخبيه ونحط لغر وننسيهم وبعدين نجي نلقى عندي نود زكا ودي ما كيفي كيفكم ونقول ما عنديش حتى ساق دي ما هو ما عنديش دي ما يلزمني نشري وهكاكا الواحد ما يعرش حتى دبشوا ويقعد ما ينجمش يلبسوا كل فرد مرة المهم لبنات اعرف كيفش تتصرفوا وما تاخذوش على بعضه وربي ان شاء الله يرزق الجميع هنا لبنات كي ما وريتكم لجلس هذا الخزانة بش نبدلها من الحيط هذا بش ندورها للحيط متاع البيب كنت قبل لبنات قلت لكم رو بحذية مرمى صدقوني يعني هالبنية اللي بحذية اللي في صدد البناء في طور البناء كأنه الغبرة تحط لي فيها في داري كأنه تجيب سطل وتحط الغبرة في الدار متصوروش إش نلقى حشاكم غبابر تحت اللخزانة يعني خطر اللخزانة ما نحرك هايش جبلة تتحط فم تقعد فم ما نحرك هايش إلا ما نبدأ مثلا بش نبدلت زيكور لكن كان بش مثلا تبقى كيفما هي وجزتك اللي نمسح من قدام نمسحها هي لكن الصراحة ما نجيش من تالي ونشبدها ونجدها خطر رزينة وكبيرة شوفوا هنا لبنات أنا الغلطة متاعي بيت النوم كبيرة برج يعني المساحة صغيرة وبيت النوم كبيرة إن شاء الله رب ينوب ونبدله صراحة ما اخدتلي إسباس خاصة لخزانة ما اخدتلي مساحة متاع البيت النوم الكل هنا لبنات أهوكا دورتها مش نسئلكم على رأيكم هذا ريدوه عندي هذا ريدوه عندي عنده 9 سنين بريسك يعني الستيل هذا نحب نسئلكم زي ما نبتلوا ولا نخليه هو في الفير أنا راني نستبش ربلون لخضر الحاصيلو نحب نعرف رأيكم أنا ربعا نزيري دويت كل مرة نحي وحدين ونبدل خاصة كيجيبش نغسلهم والكل نبدل للوين والانواع لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله الحاصل استنى رأيكم في التعليقات دول ابنات بش نبتل تطبيق أنا والتطبيق مانيش أصحاب ويمكن أي مرة بتحبش طاويين لحويش أنا حالة فما فما انت ساي يعشقوا هكا يعملوا كيف على طاويين أنا لأ أنا خاصة موكي نهارتلي بش نعمل جرومي ناج نهارتلي بش نعمل تنظيف كبير نمل حقيقة من الحطان لحاجات وتنحيتها تعرفوا شو نعمل نولي كعور وبدل عرفتوها هكاكا هذيك هاي أنا نبدأ حط طبق حط لم هكاكا بزربة خاطر بالله مازال عندي كل كيف بش نزيد نطويهم دول نزيد نعاود راه ونطويهم من بعد المهم هذو ما اللي بناشف وكل فوطة التونسية القديمة الزمنية معايا دول بش نبدأ نطويهم واللمهم ونحطهم في الجاردروب متاعي كل حاجة بحث بعضها استراول بحث بعضهم بمراول كيف كيف المناشف إذا عندي روب مثلا نحطهم مع بعضهم والحاجات اللي تتعلق أكيد نعلقهم هو كالواحد معناتها ينظم الجاردروب متاعه بش كيف ده مثلا بخارج ولا حاجة يعرف تبشو المحطوط ما يبداش يدخلها بعضها كيف يقانا ساعة ساعة نجلبها الدنيا لكل هنا البنات هذا هو السرير كيفش بدلته وهذا الجاردروب كيفش ولا وهذا الريدو إن شاء الله ربي وسح علينا دنيا واخرى هذا الموجود يجبنا نحمده ربي في كل حين وفي كل لحظة على عمحطة ربي هو وعطاه وإحنا رضينا إن شاء الله ربي وسح علينا دنيا واخرى دوالبنات نجو لبعض من المشتريات أنا نعرفكم الكل جددات والكل ما شاء الله عليكم يعني تعرفوا تستحققوا أما جزت حبيت نوريكم أنا شنوها معناته عندي من مواد غذائية نجم تعاونكم وهذه الحقيقة الأساسيات في سيدي رمضة مش توابل مش حاجة ولكن المواد الغذائية الأساسية كيما المقرونة هذيك الكنولوني وكيما الكوسكسي أنا نستعمل كوسكسي رجيك لحقيقة كوسكسي سنابل عجبني برشة اسألوني يجلولي تفوري تفورتين إيه أنا الكوسكسي اللي نشريه من الشارع نفوره تفورتين ونعمله الزيت ثم واحدة مرة جات لي عاداتنا وتقاليدنا ما نحطوش الزيت في الكوسكسي بقيت باد بالحق لبناتنا ما نحطوش الزيت في الكوسكسي قيت لي على خاطر ما يخليش الكوسكسي يشرب المرج فنقولولي ونمرة نسمحها خاطر أنا نعرف الزيت يتحط في أول شي يعني ما عطت بش يتكسكس بش ما يعجنش وانتو ما قولول يعطوني رايكو المهم أكل مقرونة أنواعه وأشكال هذا كإدراع اللي هو لازم في سهرية رمضان عندي هنا السميد لحقيقة السميد كنت شريته من قبل وخبيته هذي المون خبيته فمشي نستحق لوك على خاطر نحنا المخبزة اللي بحثينا تخدم فما استعملتش برشة السميد لحقيقة وعندي الطمط وعندي التون التون لازم يعني هذيك تكون موجودة ضروري في سيدي رمضان التونة والجبن بش نعملو لبريك وعندي لقطاني هذيك بش نعملو بيع سلايت عندي هنا روز الروز معنتها زادة حتى هو نعملو مرة مش دي ما نطيب بي ولكن يجي سلاطة يجي طيب معنتها عادي المهم وهنا عندي ميرت جاتو وعندي السكر وعندي زادة هذي سميد خبز قمح سميد خبز قمح كنت شريته سابقا زادة حتى هو وقت الغفلة خبيته وخليته بش نستعملو إن شاء الله وهذي زادة نحبها برجا نعمل معاها لا إله إله الله سيدنا محمد رسول الله نعمل معاها صديقاتي كعابر تشيش مقارونة بكعابر رجاج جي بنين ياسر لو نعمل هاي لكم كنت عملتها سابقا إن شاء الله إذا ربي يعطينا الصحة والعمر وإن شاء الله ربي وصلنا سلمين هنا اللي بنت هذي نوع آخر زادة من مقارونة لحاصل شوية زيد شوية جبن شوية بيض العظم ضروري زادة في سيد رمضان نحن ما يخطانيش ونصورش كن فما ناس ما تستعملوش للتواجن يعني للطاجين للملسوقة لبرش حاجات الحقيقة شوية هنا ملح الحصيل وهذه الأساسيات من تعنوات الغذائية ما حكيتش هنا على التوابل التوابل فما أخت قالتلي بالله أعطيني التوابل اللي استعملها إن شاء الله نهار نوريك ما نشره لبناء تخمير القاتو سكر الفانيليا مش نستعملوهم في شوية الحلويات في سيدي رمضان إذا ربي إن شاء الله أعطنا الصحة والعمر وإن شاء الله تتوفر الفارينة ويزونا من الاحتكار وإن شاء الله معناتها يتعدين سيدي رمضان في خير وفي صحة وإسلامة هنا لبناء عندي شربة فريق أنا راهو شربة شعير الدياري عملت هالي أمي ربي يفضلها وعندي شربة فريق هذي كزادة مش نستعملها هنا عندي الحليب الحليب لبناء بحكم معناتها ناخذ بزوزباكو كيما تعرفون من جمش نخرج الكربة خطر نحنا في الحجر الصحي فنشرب بزوزباكو أو كلمية تلمونة متاعي وإن شاء الله هننكلوها في الصحة والسلامة دو صديقاتي هذي مونتي شوية حليب معهم شوية ماء المهم نصيموه ونقيموه على قاعدة هو شهر العبادة ولكن زادة شهر الأكل نهتموه وبصحتنا وبتغذيتنا وزادة معناتها بنضافتنا وبكل شي بش وقت لي يجي سيدي رمضان نتواله كان بالصلاة وبعبادتنا وما نستحقوش لحتى شي والبناء نقول لكم ربي يرفع علينا البلاي والوبا وإن شاء الله ربي يبلغنا رمضان لفقدين لما فقودين سواء نقول لكم في أمان الله هنسل كل